اهلا بكم مشاهدينا من جديد اصدرت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تقريرها الاولي لاحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير 2017 حيث بلغت قيمة اجمالي الواردات السلعية نحو 378 مليون دينار ويمثل مجموع واردات اهم 10 دول ما نسبة 67% من حجم اجمالي الواردات اما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33% وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الاولى في حجم الواردات تليها دولة الامارات العربية المتحدة من جانب اخر بلغت قيمة اجمالي الصادرات وطنية المنشأ حوالي 192 مليون دينار حيث احتلت السعودية المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات البالغة 55 مليون دينار وعلى صعيد الصادرات حسب السلع تعتبر خامات الحديد ومركزاتها اكثر السلع تصديرا خلال شهر يناير لعام 2017 تليها اسلاك الالمنيوم والالواح المستطيلة من خلائط الالمنيوم في خبر اخر اعلن مصرف البحرين المركزي بانه تم تغطية الاصدار رقم 1642 من اذنات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وقد افاد مصرف البحرين المركزي بان قيمة هذا الاصدار تبلغ 70 مليون دينار لفترة استحقاق تبلغ 91 يوما تبدأ في الثامن من مارس الجاري وتنتهي في السابع من يونيو من العام نفسه كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذنات 2.22% مقارنة بسعر الفائدة للاذنات للاصدار السابق بتاريخ الاول من مارس الجاري حيث بلغ 2.24% وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.44% وتم قبول اقل السعر للمشاركة بواقع 99.43% علما بانه قد تم تقطيع الاصدار بنسبة بلغت 278% اعلنت شركة الاوراق المالية والاستثمار سيكو ان صندوق البحرين للسيولا والذي يبلغ حجم رأس ماله 100 مليون دولار قد اسهم منذ تأسيسه في يونيو 2016 بتنشيط وزيادة حجم التداول في بورصة البحرين هذا وقد اوضحت شركة سيكو ان الصندوق قد حقق تأثيرا ملحوظا في السوق بعد تأسيسه مباشرة حيث اسهم في تحسين السيولا في البرصة بنسبة بلغت 67% مقارنة بالاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 2016 وقد بيينت الشركة ان مساهمة الصندوق الاجمالية في زيادة حجم التداول للسنة بكاملها بلغت 65% مع تحسن ملحوظ في المتوسط اليومي للقيمة المتداولة كذلك سجلت قيمة التداول في بورصة البحرين ارتفاعا بنسبة 2% في العام 2016 وطبعا مشاهدين صندوق البحرين للسيولا تأسس برأس مال يزيد عن 100 مليون دولار يهدف الى تحسين السيولا في السوق والتي من شأنها زيادة القيم السوقية على المدى الطويل وايضا رفع النسبة للأسهم المتداولة في بورصة البحرين وقد تولى صندوق مشاهدين دور صانع للسوق من خلال تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبها مش المعقول بين السعر البيع وسعر الشراء لتمكين المستثمرين طبعا من استغلال الفرص الناتجة عن حركة تداول النشطة والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية مشاهدين النشطة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أوبن للسيارات تنظم إلى مجموعة بيجو في صفقة بلغت قيمتها ملياري دولار نوصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلغت كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي أيضا على ارتفاع تراوحت نسبته ما بين 0.12% و0.90% فيما تراجعت مؤشرات كل من الكويت ومسقط وقطر بنسب تجاوز 3-4 نقطة المئوية متأثرة طبعا بضعف أداء أسهم قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية وبالنسبة لأداء برصة البحر المشاهدين فقد أقفى المؤشر العام عند مستوى 1338 بنسبة انخفاض بلغت 0.33% مقارنة بإقفاله يوم الأحد وقد تداول المستثمرون في برصة البحر المشاهدين أكثر من 4 ملايين سهم بقيمة قدرها مليون و400 ألف دينار تم تنفيذها طبعا من خلال 94 صفقة وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والذي بلغت قيمة أسهم المتداولة 670 ألف دينار أيما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة